أعلنت القوات المسلحة إقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا ومحملة بكمية كبيرة من المساعدات الإنسانية يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسموكم لضحايا الكارثة الإنسانية لعز في زلزال المغرب أو في ضرورة النحاسة لأشقاءنا في ليبيا إحنا مستعدين نتحرض سواء بالقوات الجوية جوة يعني أو بالقوات البحرية للبحر أو برا لأن حجم الضرر اللي موجود كبير قوي وطبعاً محتاج من أننا كلنا نتكاتف لبعضنا البعض في الظروف الصعبة لي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية تأتي هذه المساعدات لتؤكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر